مرحبا بنا عندكم يا ناس الخير كيل عادة معكم شف أمين في قناة النهار تيفي دائما من الساعة التالي إلى الساعة الرابعة مباشرة وعدنا نخدم معكم وصفات هايلين شابين سهلين تقدروا تخدمهم في سويعات تقدروا ترقليهم كما كان الحال باشت دون عنا الوصفات هادوما معليكم متعني تشاركونا في الحصادي معليكم غير تعيطونا في الرقم النديد هذا الأسفل الشاشة نبدأ اليوم المقبلة الطبق والتحليا رح يكون عالتالي المقبلة رح تكون عندنا سلطة الاناناس بالأفوكادو رح ينخدموها يعني نحن نعطيولكم نوفل رسات دون نوفل تندانس دون نوفل صافر يعني الناس اللي حبوا هاد لجنر دو صافر يقدرو ياخدوها بعين اعتبار ستيلو ورقاء وبدأوا تجردو عندكم أيضا البلون دو بولي بلغي على ميكسيكا يعني بالصافر ولا بالنكهة الميكسيكية ونعطوكم النكهة الميكسيكية ويش فيها؟ بوك هنا عدنا بزاف ديز انجريديون فلوصافة التعنا عندها لصافر اللي عندها النكهة الميكسيكية نروحوا للطبق التالت أو التحليا رح ينخدمو لكم حين نخدموهم بالجوز اللي كسرناه بهذا الشكل هدايا وراح يننصوا سيوه مع الشوكولات رح تخرج لكم ما شاء الله خاصة الناس اللي يخدموه في مجال الاطعام ولا في المطاعم ولا يقدرو ياخدوها بالوصفة بعين الاعتبار عليكم وعلى ورقة وستيلو دوك نبداو لز انجريديون تاعنا واحدة اناناس تكون دائما خضره ما تكونش حمرة ما تكونش صفره بزاف ولا صفره بهذا النوع هذا فقع الانانا هاكدا باش تكون مليحة وتقدرو تخدمو بيها المقبلة قد ما تكون يابسة قد ما مليح في المقبلة قد ما تكون طرية طيبة قد ما تروح للتحليا ولا يعني تروحو تأكلو هاكدا كفاكيها دوك عندكم واحدة انانا عندكم زوج افوكادو باش تخدمو الافوكاد تروحو تقتنيوها اي كينا في الجزائر محلية تتباع وتنوض يعني ام بي بارتو في الجغدان تاع الجزائر دوك باش تكون عندكم افوكا مليحة تروحو تشيروها الافوكادو تروحو عند البائع تاع الافوكادو تقول وطيني افوكا يرطي لك افوكا كيفاش تعرفو بليك افوكا بتاعكم مليحة كاينوين تدوها تلقاوها خضرة باك مازال ما طابتش ولا تلقاوها كحلا لازم ترميوها وما تخدموهاش قبل ما تشيروها تحكمو السراتحة بهاد الشكل زومي شوية الهناية باش يشوفو خوتنا دوك عندكم السراتحة هادي تنحوها بهاد الطريق كي ما راكم تشوفو هاقده وتشوفو اللهنة ولا لقيتوها خضرة سيك ماشي طيبة ولا لقيتوها كحلا تتطرم ولا لقيتوها بيضة تقدرو تتناولوها دوك تشوفو اللهنة للسراتحة ولا لقيتوها مليحة يعني بيضة تدوها باش تستعملوها وتناولوها ولما تديتوها شقاء تعاودو ترجعوها السرات تعبزوها شوية بلا ما يشوفكم الخضار وتعاودو ترجعوها لبلستها المهم عدنا ديزافوكا عدت تحبات لارباحبات تحت طماطن ممتيدي عدنا لونيون تاني ممتيدي عدنا التوم عدنا ايضا شوية انتاع الحشيش والمعدنوس وعندنا ايضا لكالاماخ كالاماخ اللي كلنا غليناهم بهذا الشكل تقدروا تقتانيوهم وتوما كونجلي ولا ماشي لازم يكونوا يعني يكونوا كما قولو حنايا تقدروا تكون كونجلي عادي نرمال الاسسنسيال لديك للادي كونجيلاسيون بترشبك تابرك وقت انتاع تغيير تغيير درجة الحرارة تتغيير وعلا دون هذه الوصفة الاولى للا سيزون منتحة عندكم لسيتران عندكم الويل دوليف وعندكم ايضا للموتا سوف نخدموا بها نخدموا بها السلسة التعنا نذهب الى الوصفة التانية سمحوا لي زوج حبيبات نتاع الحار خضر نقطعها ام تيدي باش نقدروا نخدموا به الوصفة كيف تقدروا تخدموا هكذا كما راهوا خضر الوصفة التانية 13 دورة الدجاج 500 غرام منتاع الارض البصماتي نصري 3 كريمة طازيجة حبه بصل ام تيدي عندكم حوالي 200 غرام او 220 غرام انتاع اللوبيا او الفاصولية الحمرة شوفوها هاي كيف الجاي كينا فسوق هدي هي اللي يكلوها بزاف لميكسيكا ويا سوسيوها مع بزاف امور عندكم ايضا الماييس عندكم ايضا شوية تعفارينا باش نسانجيو بها ونطلعو وعندنا البابخيكا وعندنا ايضا شوية يعني حاجة قليلة القليل بتاع الكوركم وعندنا ايضا البابخيكا روج هداية بكاترة بيانسير الموعطية اللي تتاوعنا حينزيدو لها شوية رند باش نقعدو دايمن في النكهة اللي نعرفوها وما نتبحروش في النكهة تتاوعنا نروحو الى التحلية عندكم 400 غرام متاع شوكولاتة سوداء 200 غرام متاع زبدة 300 غرام متاع زبدة 200 غرام متاع الفارينا خمسة حبات البيض أو ستة حبات البيض عندكم حوالي 100 غرام متاع الجوز اللي رحينا رجعناه وعندنا حوالي 150 غرام متاع السكر دايمن كان باش نخدمو بيهم هاد الوصفة هادية ان شاء الله تكونوا اخذيتو المقادير حاجة اللولانية اللي نبدو بيها واللي هي الطابق الرئيسي هنا نخليوها باش نقدرون نخدمو آلاز نبدو بطابق الرئيسي ونباك نرحول تحليا من بعد نرحولكم الى المقبلة شعلو النار نستعملوهم في زوج دونك عندنا الطابق يسحق زوج نيران كي ما نقولو احنا يسحق ان فو نرمال ويسحق ان فو فور يعني الفو فور رح ينخدمو فيه البولي الفو موين رح ينخدمو فيه الاروز المكسيك ومن هادو كل نواحي النوعية تاع الاروز اللي رح ينخدموها يعيطولو روسو كمتايو روسو كمتايو روسو كمتايو دونك لغي لغي كمبوزي دونك ايضا يتر كمبوزي احنا حين كمبوزيوه بلاريكوروج و المايس هادو هوا اللي دوز انغريديون اللي المكسيك ياكلوهم بزاف 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 في الوصف تدينو حتفلي زوملت النوحدة من الفاصولية الحمراء دونك الهنا يروحو نشعلو النار ناخدو المادة الدسيمات تعنا كيتروحو تاخدو تخدمو مع المكسيكيين الزبدة ميستعملوهاش لانها حاجة بزاف 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 غالية دونك يبوز بس برمتر لبير احنا نقدرون بس برمتر لبير في بلادنا دونك نخدمو بالزبدة حتى في الجزائر تلقاوها غالية شوية هما يخدمو بزيت يعني زيت سوجة ولا يخدمو بالويل دو بالم وعلى بكم بلك الويل دو بالم بزاف للسحة يعني ميفيتش لكن الناس يخدمو به لانه أرخص زيت على الأرض على وجه الأرض اللي اخلقها الله عز وجل هنا نخلو زيت تعنا تسخن ناخدو لبولي تعنا باش نبدأو نسيزيوه ناخدو موس عادي ناخدو لبولي تعنا الناس اللي حبو يخدمو لبولي يعني انكيوب يقدرو يخدموه انكيوب الناس اللي حبو يخدموها عادي كي ما راني نخدم فيه هي أحسن طريقة نخدموها لتقطيع تعوه يكون انيمنسي بهاد الشكل هادا لانه رح يعطي منظر و رح يعطي يعني امور كتير كتير مليح والا والا باك نخدمو بهاد الشكل هادا والا نزيدو نقطعوهم هاكدا ونخلو الزيت تسخن مليح ونخلوها تسخن ما شاء الله ونخلوها تسخن ما شاء الله ونخلوها تسخن الزبدة تعنا ولا زيت تعنا كي ما تحبو تخدمو يعني المادة اللي حابين تخدمو بها تخدمو بها حاجة اللولانية اللي نخدموها هي لبولي تعنا ناقضي ونخلو الوح يغلي نحطي ونخلوه نحطي ونخلوه نحطي نحطي ونخلو البلعي نحطي دائمًا من تحضر اللحوم منذ اللعوام نحطي نحط التوفير في اللحوام لذلك تنظيف مليح يعني الإنسان يضمن أنه الأكل سيكون يعني ما شاء الله هنا تشوفوا البر بدا يبدأ لكولر ناخده الفولي ونديره بهذا الشكل نجيبه ينكوير ونبدأ نخدمه عادي نجيبه يتقلق هنا يجب أن يمتلكم كما يحب الخاطر هنا ناخده البصل نضعه في المرميطة الدوزيام اللي راح ينخدمه بها اللي يريده يتعنى أو الأرز يتعنى بهذا الشكل ونجيبه يتقلق حسنا ناخده البابريكا ناخده أيضا التوم كلت سنينات الملح وفلفل لكحل التوم وفلفل لكحل الملح ناخده الملح 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 ونعودو نولو واحد دايما يقسل يدو باش هكدا يليفت الباكتيريا شوفو كيفاش رايلاكولر هنا تاع المرميطات تاعنا كي ما راكم تشوفو وهنا ناخدو الري تاعنا ونحطوه نزيدو نخليه وهيا بصور بي قاعد يصافر هادو ما دي عندنا احنا هاي بهاد الكيفياء هادي تبعوني مليح لازم يكون عندو ينكولر ما شاء الله تكون حمرة ما شاء الله هالا هالا هنا ناخدو الفاصولية الحمرة تاعنا نزيدوها في الوصفة ناخدوه ايضا حوالي خمسين غرام متاع الماء يستعنا ونحطوه ايضا لداخل ونزيدو نمشيوه مع الوصفة اللي راه عندنا بهاد الشكل هاداية وتخرج ما شاء الله ما شاء الله ونقعدو نخدمو بهاد الشكل هادا هنا نقلبو البولي تاعنا ما خليوه شاقدة الله الله كي ما يحب الخاطر هالا بداي حمار كي ما يحب الخاطر ناخدوه قلنا قعدوه توجوه نحركو في الوصفة تاعنا كي ناسيري وبليك وبريانس كاينو تشوفوا وبليك الحبه تاع الروز ولا تنسبرانت بهاد الشكل ناخدو زوج دو مزور متاع الماء ناخدو البرميار مزور تاع الماء نحطوها بهاد الشكل ونزيدو اين دوزيام مزور والا نزيدو اين دوزيام مزور ونحطوها بهاد الشكل هادا دونك دايمن كي تروحوا تخدمو الروز تاعكم الكيلة اللي تكيلوا بيها الروز هي اللي تكيلوا بيها الماء دونك حكمنا لي دو مزور تاعنا كي ما راهم هاقدا نزيدو الو الماداق بيانسير ناخدو شوية نتاع الرند غير شوية برك نحطوه نقدرو نزيدولو ايضا الجنجمبر ولا زنجبيل اللي حبي زيدله زنجبيل تقدرو نزيدولو شوية تاع زنجبيل اللي يكون انبودر ولا عرق كوردوني انبو قو لكم انتوما والا نخلوه الهنايا ونعاودو نحركو شوية باش ناطالو الماداق اللي رانا حابينو حنايا كي ما راهم هاقدا تغلقو عليه تمنتاشين دقيقة شرط الواحد اللي باش تقدرو طيبو الروس تاعكم البصماتي وما يتعجن لكمش نديرو زوج انتاع الكيلات انتاع الماء ولا تاع الفون ليكون سخون وتغطوه هادي حاجة لازم تكون وقعدو نشوفو الفون لي بتاعناكي فاش راهو كيمد ما شاء الله هنه وش نديرو لاخدو تبعوني مليح هنه لاخدو شوية تبيروتشينو الحار الاحمر معروفين الميكسيكيين معروفين بهاد النوع من والا من الحار كي ما راهوك هاقدا بيه بزريعة تاعو رو يابس ما تخافوش حطوه هلا هنا هلا هنه نزيدو ناخدو التوم تلت سنينات يكفونا يكونوا كبار عن شرط انو يكونوا كبار ونقطعوهم انفلي بهاد الكيفية هادي هلا قلنا ثلاثة ولا اربعة يليقوا بيكم هلا هلا وناخدوه كي ما راهوك ونحطوه لداخل المرميطة انتعنا كي ما يحب الخاطر ملح تبعوني مليح شوية تاع الملح والا بابريكا ايضا حوالي ملعاقة متاع البابريكا فلفل كحل شوية شوية ما تكتروش انو يضر بالصحة تاع الإنسان والا ونغرقو عليه الكركم نزيدوه من بعد تبعوني دولا كولر دولا صافر باش ميتخلطوهنناش لصافر نتاعنا ونبدأو نحركو بهذا الشكل باش تدخل الدرسة المكسيكية تاعنا لداخل القلب تقدرو تزيدو الكمون هنا لانو المكسيكي يستعملو كتير الكمون ذوق نقدرو نزيدو شوية تاع الكمون بدون يعني ما يكون عندنا مشكل والا امبوت كيما طريلي جارمو واحد النص مغرفات تاع قهوة نخلوها الهنايا والا نزيدو نحركو مليح ونخلو شوية انتاع الكركم الافا نستعملوها هنا ناخدو شوية تعمة تبعوني مليح حوالي كأس منتاع الماء ونخليوه يلغيدوي دونك هنايا تكون كاينة ان ريدوي الماء راح نزيدو له شوية تاع العقدة اللي هما يطلعوها المكسيكي يطلعوها بحليب الكوكو دونك يديروه بلولي دو كوكو نحنا راح نديروه كاريمون عقدة سيمبل بالفارينا وشوية مال يكون بارد ونزيدوها باش نعطوه ونتقربو شوية لغو والا تيكسير انتاع هاد العقدة هادية كيما راهوك هاقدة هناشوفو مليح ما نغلقولوش نخليوه يطيب برحتو كيما راهوك نزيدو حاجة وحدة برك شوية حشيش وشوية نعنا المكسيكيين يموتوا على هاد النوع من العطريات او مهاد اللي زارو ماد هادو ماد نوك يتوليزيوهم بزاف في الكويزين انتاعهم نوك هنا يا تقدروا تغلقولو تقدروا ما تغلقولوش باش كون كينا بل ريديكسيو هنا نروحون نحكمو الدوزان تاوعنا نحطوهم دي كوتي باش اللي بيريو نبدو نخدمو في التحليا التاعنا هاالا هاالا تقاو معنا الاولاوية للحادث ونعودو نولوليكم دونك وش درنا يعني لسول شوز دي درناها انو طلعنا البيض وحطينا الشوكولات الاربعمية غرام شوكولاتة مع الميتين غرام متاعنا انتاع الزبدة الدوب ودرنا شوية انتاع الماء والفارينة اللي كانت اللي هنا يا درنا زوج مغارف مايو عادل حوالي ثلاثين غرام هكذا وحدة معمرة وحدة ناقصة نصدرنا لها الماء باش نديرو بها العقدة دونك هنايا وش نديرو ناخدو الشوكولاتة تاعنا نحطوها كي مرا هيك لداخل الصبايون تاعنا اللي هو البيض والسكر اللي طلعناه كي كانت كاينة الاولاوية للحادث هالا بهات الشكل نحطوه الهنايا ونقعدو نخدمو فيه بهات الكيفية هادا هالا هنا كي يطلع ناخدو المية غرام انتاعنا انتاع البندق ولا لانوا لانوا زيت لانوا بليطو الجوز ماشي البندق سمحولي هالا شوفو هاقده كيف شرا هيك وهنا ناخدو الميتين غرام تاعنا انتاع الفارينا ونحطوها بهات الطريقة هادية ونبدو ندخلو فيها ونبدو ندخلو فيها لداخل الشوكولات تاعنا بالجوز هالا باش ما تخل الجناش البرا نبدو ندخلو فيها غير بالعقل هالا ونبدو ندخلو فيها بهات الطريقة ونبدو ندخلو فيها بهات الكيفية حتة وهلا هالا 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 نحيو برها بتاعنا نجيبو ونبدو نعمرو فيها هالا بتاعنا بهاد الشكل هنا محبيتش نخدم بالغراف باش نقدر الميتريزي اللي نحطها الداخل اليرام كانت او عنا او نينوكس كايلي يحبو تقدرو تزيدو لهم شوية فارينا وقدا باش يخرجو لكم يعني يخرجو لكم ملح باش يتسهللكم تدهنوهم فارينا وزبدة شميزي وهم نقولوا هادلو ترم هادا شميزي انغام كان ديرولو الفارينا وزبدة باش هكدا تقدرو ترفدوهم من بعد او تنحيوهم ديموليوهم هنا الطهي تاعو راح يكون لمدة 30 دقيقة ماكسيموم على 240 درجة سلسوس دونك عندو لامم كويسان كاموالو نورمال حتى ولو درنا له وسمو تبقى عندو لامم كويسان تاع اموالو نورمال اللي درناه بالجوز حنا اليوم لانو الجوز ايضا ما تنسوش انو يشرب شوية لانو فيه الفيكلان دونك دايما نضربو هكدا بور ابلاتير هالا نرفدو هكدا بهاد الشكل ونحطو دايما بهاد الكيفية هكدا يون ابلاتي توجور تكوندنسيوهم كي تكوندنسيوهم يخرج منهم الوكسيجان وهذا الشي مليح كيديرو هكدا تقعدو تضربو هكدا الوكسيجان ليكون ليبول يطلعو للفوق من بعد كيددخلوهم للفور راحين يخرجو مايبقوش الداخل وهاد الشي لي راح يفيدكم بزاف تخرجلكم ان باتيسري ولا تحلية ما فيهاش الداخل ليبول دوكسيجان وما تمنعش انو لكوغ تاعو يقعد كولان ولا فندان تاع لشوكولات تاعنا دونك والا نرفدو بدا نرفدو غير بالعقل تكون هذه التحليه صالحة حتى الناس اللي يحبو يخدمو في المطاعم يقدرو يستعملوها يخدموها عادي يقوم ديسرت تقدرو تسربوها بال او تقدرو تسربوها ب او تقدرو تسربوها ب او بول دو غلاس كما حبيتونتوما الماداق اللي يحبين انتوما تقدرو تتليزيوه بها او الله او الله ونزيدو لدانا شوفو الله يبارك ربعمية غرام وش خرجتنا تخرجلكم حتى لطناش او تلطاش يعني نبار متاع هاد التحليه هادي او الله دونك هنا كي ما تكونش فيها الخميره ما تخافوش الفابا دي بورديد دونك تطلح زيح فا كي فوق تقدرو treats يجب عليكم أن تشعلوا الفور على 240 درجة سلسيس يجب عليكم أن تشعلوا الرفضات وتضعوا الى الفور يجب عليكم أن تشعلوا الى الفور يجب عليكم أن تشعلوا الى 240 درجة يجب عليكم أن نبدأ المقبلة يجب عليكم يجب عليكم مجلد الآن فرحوا الكوركم نقوم بمكبرا ونضعوا بهذا الشكل في عدد لكي يضعنا الماداق الرائحة واللوم هنا نضعوا بعضة العقدات بهذا الشكل نضع الماكلة كما يحب الخاطر نضع الماكلة نضع الماكلة نضع الماكلة نضع الماكلة يجب أن تكون عاقدة عاقدة كما يحب الخاطر نستطيع أن نصول estudائق الأمر ونضع المواسم نحن نضع الماكلة ونضع الموجول Thomas ونطفيوه من بعد حتى الروس تعناه مبقى لوش باش شوفوا يعني كيف شراهوك حتى الروس تعناه مبقى كلوش حاجة كبيرة تعطي والا ما شاء الله ما شاء الله والا مبقى كلوش حاجة كبيرة ويستنفذ منو الماء تعناه هنا روحو نخدمو ضركاء سلطة الاناناس ناخدو حبات الانانا ونقطعوها دايما كي تكونوا رايحين تقطعو حبيبات على الانانا لازم توزور يكون عندكم الموس تعال الخبز الموس اللي نعيطولو احنا المنشار الكوتو اسي ليكون مبرج يعني مفروم كي ما قولو احنا يا تاخدو الحبات تعكم تعال الاناناس بهات الشكل ما راكم تشوفو فيها تاخدوها تاخدو لكوتو اسي تعكم ليجي هاكذا بهات الكيفية هادي وتفتحوها بهات الشكل هادا تبعوني مليح واتقعدو تشوفو فيها كيفاش راهيك من الداخل شوفو كيفاش تلقوها يابسة ما شاء الله احنا تزيدو تاخدو جيهة السرة تقطعوها بهات الشكل وتخلوها هاكذا احنا تاخدو المنشار تبعوني مليح تاخدو دايما تاخدو مننا تاخدو حوالي توجور فلافا انتع هاد لومارون اللي راكم تشوفو فيه تاع القشرة شوفو لومارون كاين واحد دو مليماتر هاكذا تاخدو منتم وتبدو تقطعو فيها بهات الشكل وتسيو دايما تزيرو علايدكم باش ما تزغوش باش هاكذا ما تاكلوش منها اللحمة بزاف شوفو لازم تشوفو ليطرس هادو ما يكونوا بينين هاكذا تعرفو بلكراكم في الاتجاه الصحيح والا وتبدو تقطعو بهات الطريقة توجور تزيرو علايدكم توجور تزيرو علايدكم والا ها شو تبعوني مليح توجور كتشوفو بليكم هادو متقابي كاين اللي يكن تشوفو فيه معرفو بليكم ما كليتوش من اللحمة انتحدو كراكم جيست آلا والا زيدو تقطعو منا وتزيدو تقطعو والا كيما يحب الخاطر ومباك بياشير فوني طواي تحكمو هنا وين كاين الزيادة وين ما زالت هادي كتاع القشرة غير بالعقل تحبطوها بهذا الشكل هذا احنا ما يسحقوش وسموه كاين كاين اللي في الديار عندهم لفيد بوم ولا تعرفوه ولا لفيد الاناناس يجي شغل انتوب هاكذا سيلاندريك تضربوه اللي هنا في الوسط وتقطعو باش تكون عندكم ليروندال فيهم طقبة فللكن احنا مشي هادا المبتاقات تعنا احنا نبزوها كل اللي يكون فلانانا تعنا اوكي نقسموها هاكذا هادا يبزاف نسلي ما يتناولوش هادا يبزاف نسلي ما يتناولوش دكتور ما واش ديرو تاخدو الموس تعكم وهاكذا بهذا الطريقة هادي نحيوه عادي نقسموه الماكسيموم يطلع لما سمعنا أدا العصر تقبل الله وصلت الجميع بمزيد من الأجري والتواب والمغفرة وصلت الجميع بمزيد من الأجري والتواب والمغفرة دكتورنا نقطعناهم أمبتدي هاكذا كي مراهم لزنانا هنا نحيوه نحيوه بدلو موس وناخدو لرندل تعل حال حبا ولا زوج كي ما حبيتو تيفيتي وتوجو قطعو هادا ونروح نقطعو توجو نفيتو هادا وهذا وناخدو نحطو لداخل ألا باكم بليك لميكسيكا يموتو على الحال خاصة الأحمر واللي يسميوه شيلي ناك واحدة تكفينا ناخدو هنا نطوا يبرك يا ربي ناخدو الأفوكادو بتاعنا قطعوها بهات الشكل هادا والا تشوفو كيفا شرها هيك لداخل ما شاء الله دونك تشوفوها كيت تشوفوها احنا بيضاف القائلة كار عارفو بليك لزا أفوكادو تاوعكم ما شاء الله والا نزيدو نحو الدوزياب هنا تاخدو إنكوية كيفاش تخدمو الأفوكادو تنحط وتحلوها بلا ما تخسر لكم تاخدو إنكوية بهات الشكل هلا وتجوزوها بهات الطريقة هادي أو بهات الكيفية هادي لداخل وها هيك وها هيك لوسم متاح لونك هنا بونا ضيبة بزواء باش تخسروها باك تقدرو تقطعوها كيما حبيتو أو كيما يحب الخاطر بلا ما تفسد لكم ولا يعني تروح فيها هلا الدوزياب إلى تميتري زيولها التنقية التحة أبريكا ينبزاف اليروسات ينبزاف الوصافات نتاع هاد النوع من الكونديمان فاكي ها أو خوضر أو سميوها كيما حبيتو هنروح نشوفو الحبيبات تتاوعنا متاع الشوكولة طابو بينشير ووالا ما شاء الله ونخرجوهم نخلوهم دي كوتي يعني يريحوا بعقلهم دي كوتي نحطوهم دي لكوبي لهم لكوية كيما تخدمون في رسطور تقدروا تكوبي لهم لكوية كيفاش ترفضوهم تحطوهم دي لكوية في الكونجيلاتور هكذا يطيح الحرارة التحهم وما يكمل الكمش طياب للداخل لأن يكمل الطياب التحهم الحرارة تدخل الداخل وما لا ستجعل تجعل الكور كولان لذلك نحن على النحو هذا نحن نحن في المطاعم لذلك تجعل بخير على الطريقة الصحيحة دائما تحضوهم من الفرغو كي تحضوهم من الفور تبعوهم الكونجيلاتور أو الفرغو باش تتكوب لكوية من التحهم هذا مهم امورتو. ناخدو توجولي زافوكاتة واعنا نقسموهم بهاد الشكل ونحطوهم الداخل خليوهم. والا. بهاد الطريقة هادية. هنوك هنه ناخدو اللي بقت او غالي الافوكا ما لازم نرمو فيها هنوك هنه ناخدوها ونحطوها دي كوتي بهاد الشكل هادية. وننطوى اللي بلان دي ترافي تاعنا. ووالا. هنه ناخدو هنه نطر سوكل نحطو فيه لاموطر تاعنا ولا الخردل نحطو فيه زيت زيتون ونزيدو ونزيدو لسيطرن تاعنا دوك حطينا حوالي كاس متاع سيطرن بريسي ونزيدو الهنايا ايضا حوالي نصف كاس تاع زيت الزيتون ونبدأ ندخلو كل هاد لسيطرن مع بعضها لازم تكون طريليجر هاد الوصفاء هادية طري طريليجر ووالا ناخدو الهنايا حبيبات انتاع الفلفل حار حمر بيانسير قطعوهم بهاد الشكل كيما راهم بلا ما تشمخوهم بلا ما تدرسوهم بلا ما اوالوا كاريمو هاكدا هادا اللي عطولو المكسيكيين الشيلي والايطاليين عطولو البيبيروتينو دونك سي البيبيروني ولا بيبيروتينو البيبيروتينو هو الحار الصغير ناخدو شوية تاع نعناع توجور ريحو فليصابر هادو ما ناخدو شوية انتاع حشيشة هاكدا هاكدا بهاد الشكل وهنايا ناخدو كاريمو نديرو انتريساج ديلكتو من سور بلاس باك هنايا ناخدو اضمو كي ما احبيتو ناخدو الريكتانقل ونلا باك هاكفاشر انا حابين نديرو كبير شوية شوفو واحد صغير عليه شوية وهلا. ونحطوه ديره كموه هاك دا ما نديره شن ندور نديروه باش صلصة تعنا تكون في الجواية هالاخرين. ضوك ناخدو اللي هنا يا الطماطم بتاعنا. نحطوها بهاد الشكل هادا. دونك غير بور بروندر يعني نشدوه برك باش ياخد آآ ياخد يعني الاطار تاعو ما يدي بورتبا على الاطار تاعو. ناخدوه اللي هنا يا البصلة. تبعوني مليح. والله بهاد الشكل. ناخدوه ايضا افوكادو مع الحار. نحطوها ايضا بهاد الكيفية ما هادي. ونبدأو يعني بيتكم تبدأو تحبطو ايضا سانغريديون هادا وما وتاخدوه مع الاخر آناناس تاعكم وتزيدو تونطاسيوها بين كوم يلفو لداخل. هكنا لازم تاخدوه لكم. ينبل. هالا. والله يفوونطاسيو مليح تونطاسيو مليح من بعد تأخذو كاريمو من نايا تأخذو الصلصات تعكم اللي خدمتوها بلوسيترا وتخلوها تحبط وتبدأ يعني تتزربع ملتحت والاوالا وتقعدو تزغدو فيها بهات الشكل حتى يعني تحبط وتتزربع ملتحت تزيدو ايضا شوية منا وشوية منا تكون بيان بيان ام بي بي تكون لازم فيها بزاف يعني الوسمو وتأخذو الهنايا من الفوقة لكالامار وتحطوهم بهات الكيفية هادي بيانشير زيدو شوية حشيش من الفوق شوفو كيفاش جات ام بي بي لازم تكون هاد الوصفة هادي تكون بيان ام بي بي وتبدأو يعني تلسقو فيها كي ما حب الخاطر من بعد كي تنحي ولا ما شدت لكم شو حبطت بصح تقعد توجور فلاش ويرفاس انتحها نوك خلي واقدا حتى الاخر باش ان فالان في خلي واقدا بهات الشكل تدروحها شوية نروحوا ايضا نشوفو الوصفة تاعنا كيفاش رانا رايحين ندريسيوها متاع الاروز الميكسيكي او الوصفة الميكسيكية اليوم ما ننظروا غير في الميكسيك نخليو الهنايا هادو مسحقوهمش كل حاجة مسحقوهاش نحيوها باش اللي بيريو اللي سبا بتاعنا كي ما حب الخاطر نخليو الهنا شوية سيطرن ومن بعد راح نقدموها ايضا مع الطابق ونجيبو الهنايا طابق كبير هنا ناخدو امو لامونكي امو لامونكي نجيبو الروز تاعنا بيانسيو نغلقوه باش ما يريحش يعني باش يشدنا نجيبو لامول تاعنا نجيبو لوري تاعنا ايضا ونجيبو انكويار كبيرا عندك من كيرانس انكويار كبيرا وناخدو الروز تاعنا باللوب يالله الله نحطوه بهات الشكل ما شاء الله راي واحد الريحة ما عندي ما نحكي لكم نحطوه بهات الكيفية هادي وتجور وننطس ما شاء الله ما شاء الله نواله نواله وباعت الشكل نخليه وه اشد روحو كي ما حب الخاطر الروز وزنالو ايضاً لي زاريكو روج وزنالو اونكو يعني اللوبيا الحمرة الان عروفة عندنا في الجزائر لكن هاد اللوبيا اكتر من اللوبياء اللي يشروع احنا احنا تعنا مشتي اللي تكون في البحر الابيض المترسل وفي المنطقة تعنا او الجزائر او كما يعطلو الله ليكون روش فري اللي هي طازيجة اللي تكون في زمان الربع وفي زمان الصيف دوك مازالها لكل حالي انو اشتا مازال ما صبتش دوك جميع منتوج يكون شوكش طابعليه حبامه شاء الله والا وتاخدوه بهات الشكل هادايا نحطوه عليه والا انشدوه من النايا ونقلبوه بهات الشكل هادايا ونخليوه بعقلوه حتى يشضروحو كما حب الخاطر وانتوما يا ناس الخير فاصل ونواصل لكم يا ناس الخير الجزء الثالث والاخير من الحصة باش نقدم لكم الوصفات دوك هدي هي المقبلة سلطة تاع لاناناس بلافوكا وبينسور الطماطم تانيك الطابق الرئيسي اللي خدمناه اللي هو الاروز المكسيكي بالدجاج على الطريقة المكسيكية هنا زلنا له شوية تاع الوسمو القارس تقدروا تزيدوا له شوية قارس من الفوق ووالا بهات الشي هادايا باش يقدر يعني يكون بلو بو وتانيك يزيد يعطي النكهة التاعو وعدنا ايضا لوموالو وشوكولات ووالا خرجناه طاب شوفو كيفاش يخرج لوموالو وشوكولات تاعكم والله هاي اللا فاصل يخرج بها لوموالو شوفوكاش طايب من بره شوفوكاش موالو القلب تاعو الي موالو من الداخل شوفوكاش ووالا وظاية هاو كالريزولطافينا الهادية باش شوفو كيفاش يكون لوموالو تاعنا مبقالي غير نقول لكم يعطيكم الف انسحة اللي كوتو او فيا البرنامج تاعنا إنستيس الخرانية اللي رح نعطيها لكم قبل ما نفرقوا هذا البرنامج اليوم أنه الموال والشوكولات كي تخافوا تراطيوها في الديار ولا في المطاعم تقدروا تكونوا طم بور طم انتع زبدة مع الشوكولاتة لأن الزبدة هي اللي رح تخليه بلي كولون لكن الوصفة الصحيحة والأصلية هي اللي عطيتها لكم اليوم ما بقى لي غير نقول لكم كل إن شاء الله الناس اللي مراد ربي جيب لهم شفاء العاجل إن شاء الله الناس زائفة ديال غربة ربي إن شاء الله يردها سالمة غالية من وطنها الحبيب وطن الأم وهو الجزائر حجة ما تنسيش دعينا بالخير تحية الجزائر سلام